الراديو 9090 هواها مصري بصي انا احساسي غريب جدا مخدودة ومبسوطة وفخورة ان انا عملت حاجة زي دي وعندي حسيس كتيرة والله جدا يعني بس حاسة ان انا عاملة حاجة راضية جدا بيها وفرحانة قوي بيها تعالي نرجع للفكرة تعرضت عليك ازاي والموضوع بتده كمشروع ازاي انا الفكرة تعرضت علينا جالي جالي مكالمة تليفون واتقالي نعايزينك في كذا كذا ومش عارفة ايه فانا مكنتش فاهم الاول ايه المطلوب مني وبعدين لوهلة كده حسيت ان ايه المكالمة دي اشتغالة وبعدين بحاول اقول له يعني طب مكر حاجة تفاهمني بس الموضوع اكتر وبتاعة فكل ما يجي يفاهمني انا برضو يعني مش فاهم حاجة خالص فقلتو طب هستأزينك ايه محابتش يفاهم ان انا حمارة يعني ممكن تبعاد لي بس حاجة على الوصف عشان اه بعت لي برضو حاجات على الواتساب وبرضو احنا ملاش في الجنة ايه اقعدت كده وبعدين قلت لقى الموضوع ده اكيد اشتغل انا يعني انا مش فاهمة اين مطلوب مني بالزبط يعني اه لحد ما لقيت دكتور اشرف زاكي بيكلمني بيقول لي يا ريم من موضوع جده وانت بتعملي ايه وبتدقته قلت له ايه ده ده بجده ولا ايه فقعدت بقى وعملت اول ميتنج وفهمت ايه بتاع الموفي ده يعني فهمت ان انا بعمل وفهمت ان احنا بنتكلم عن وبنتكلم عن الحضرات وبنتكلم عن عن ان كل حاجة خرجت من مصر عندنا الثقافات والديانات والحضرات عرفت ان احنا هنقدم حاجات في مصر مش هقولك العالم ما شفهاش هقولك انا نفسي شخصيا ما شفتهاش وده المصرين كتير حستو لما شفه الفيديو بالزبط كده بالزبط كده يعني الواحد عارف ان بلده جميلة وحلوة وكت كل ما بيجي اسافر بره وقابل اجانب وكده واجت سئل مثلا انتو بيبقوا ان احنا فاكرين ان كلكو هناك مش عارفة لبسين ايه وعبيات ولا انو مش عارفة ايه ومصر بقى دي ايه اهرامات بس ومعرفش ايه فحسيت ان انا بنق الصورة حقيقية بنق الماضي وتاريخ قديم كل الناس لازم تعرفوا يعني واحنا محتاجين ده طبعا محتاجينه محتاجينه جدا وانا لما قعدت كمان وعرفت البلاد اللي احنا هنسافرها وهنروحها انا كنت اكسايتت جدا ولما كان صيص مروان حامد بيقول لي هنجيب دوبلير في حيطة معينا اقولت له مهمكش خالص انك تريحني انا هتمرمط كده كده تمام بس انا في اماكن حب انا عايدة روحيها اوه اشوفها خدت وقتها قد ايه بقى في تصوير بصي هي كانت مدة التحضير هي اللي يمكن اخدت الوقت الطويل لاني طبعا عارفة الاماكن دي عشان يتعامل معاينات وعلشان الفيلم يطلع بالكواليتي ده وكده اخد منهم وقت تحضير كبير جدا فوقت التصوير كربس كله في تقريبا خمستاشر يوم يعني لو ما كانش اقل فكانوا خمستاشر يوم من العذاب والشقة والمتعة ايه الاماكن اللي انت روحتيها كلها كده انا روحت احنا روحنا شرم الشيخ سانت كاترين تلعنا جبل موسى وصورنا في حتة على بعد سانت كاترين كده بساعة ونص اللي هي كان فيها منطقة الحاجات التاعة النوميس وروحنا اسوان وروحنا وروحنا سيوة وروحنا الكاهرة وروحنا اسكندرية نوب انت التمساح كان عامل معاكي شغل عامل معاكي شغل سكوتي الموقف التمساح دا كان موقف كوميدي جدا لان استاذ مروحنا حامد كان دايما دايما من الاول من الاول التحذيرات حتى جي قال لي احنا مش هنعتمد على سيناريو حوار خالص انا عايزك تخش بطبيعتك انت هتقابلي ناس حقيقية جدا كل حاجة تبقى فعلا حقيقية فانا عايز الموضوع يطلع على طبيعته بروحك انت خشي وتكلمي معاهم وكان بعرفة ايه البوينت المعينة اللي انا محور الحديث بالزبط محور الحديث احنا عايزين نعرف ايه بالزبط من القعدة دي فكت بخلي الموضوع بشكل تلقائي فلما جيه موقف التمساح فاستاذ مروان جاي بيقول لي شوفتي التمساح هتصوري معاك قلتولي لا ما انت مش قلتليها بقى على طبيعته انا شوفته انا شوفته قلتولي انا سايبة اشوف نفسي تساعتها اه قلتولي هاشوفه مع المشكلة قلت فعلا اول لقتلي فقال لي برافو هو ده اللي انا عايزه قلتوله تمام وده انا دخل بقى فاكرة انا هشوف بورس يعني حاجة ادى ادى اه اصب ربي تمساح في البيت يعني فانا قلت يعني لسه مولود من ثلاث دقايق عايزي عايزي الاتموسفير انا عايزي تمساح بصي كنت هموت من الرعب ما كنت اش اعرف بقى كمان ان هو هيمسك العصايا يزغزغوا بيها بقى كمان كمان يعني فقى ماين بقيت بقوله يا انت بتطلع التمساح حضرتك والمدام والاولاد وبتلعبوا بيه في البيت طبع ده مخصوص من المدام يا بنت بيطلعوا بيلعبوا معاية اخيالي والله العزيز قلت له اوعد هيحصل ولا اوعد طبعا لو في بداية المشاة ده واحنا داخلين فالراجل بيقول لي احنا الرادي هنفرج على اشرس حاجة في نهر النيل طبعا طبعا لو هي اشرس حاجة احنا هنفرج عليها طبعا نفرج عليها نيه حضرتك وش عايزة اللي اضطرنا يعني طبقوا ليه وقت الاماكن دي كان فيه مكان اول مرة تروحي او اكتر مكان حسيت ان انت اتبسطتي فيه جدا انك شفتيه بص يعني انا عايزة اقولك انا تقريبا كل الاماكن اعتبر بشوفها الاول مرة يعني انا اول مرة اروح سانت كاترين اروح تسيني طبعا كتير بس بروح سانت كاترين تحديدا اول مرة في حياتي اطلع جبل موسى واول مرة في حياتي اتخيل ان انا اقدر اعمل حاجة زي كده هي اكسپيريينس حلوة اكسپيريينس شاكة وممتعة بصي انا انا كلمت ممتي يومها بعد ما خلصت الرحلة دي عمري ما امسها يعني قلت لها انا اول مرة حس الحاجة وعكسها في نفس الوقت يعني انا انا خايفة ومرعوبة وفي نفس الوقت اكسايتد جدا وعندي عزيمة جوايا وقاعدة بس مع القصص طول ما احنا طالعين انتي انتي بتسمعي في حواديد من الناس حواليكي انتي بتشايفة الناس اللي ان الدنيا ضل مكوحي بس عادة تسمعي يعني تسمعي مثلا ناس كتير جات هنا ما قدرتش تكمل ناس كتير حاولت تصور على قمة الجبل ما عرفتش توصل فبقى عندي اسرار اكتر انك لازم تكملي بسمع كمان قدقي ناس تعبت وبشوف ناس حوالي تعبينة فده كان بيخوفني جدا من الموقف يعني ومش عارفة هنقدر فعلا نكمل ولا لأ اخدنا 12 ساعة على فكرة على رجلينا طلوع ونزول احنا ابتدينا نطلع الساعة 10 بالليل على ما نزلنا تقريبا كانت 11 على ما نزلنا تقريبا كانت 11 الصبح فكانت مأساة طبعا اكيد هي تبقى حاجة شقة بذات التسلق الجبال ده حاجة متعبة جدا ومحتاجة تدريب على فكرة بلها فكرة موضاج كده وبعدين انا سامعة مش عارفة الاول بيقولك 750 سلمة وبقاين بدايخد مش عارفة ايه على ما نوصل بداية 750 سلمة ده قصة انا فاكرة بقى 750 سلمة زي 750 سلمة يعني اللي هو بنطلع بيهم في عمارة بالضبط لا لا دي بلاكس بلاكس زي مسلا متكونين طالعهم واليها ارتفاع فشقة لا حاجة 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 بهدالة جمدة جدا 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 ما حدش ممكن يتخيلها ابدا يعني وسيوك اتأول مرة اروحها واسوان اكتشل انا رحتها قبل كده بس مروحتش الاماكن دي وروحت معنى تفايلة كنت زمين قوي وانا صغيرة فما كنتش فاكرة خالص وحستنا اول مرة كمان بروحه وده احساس وصل كتير من الناس اللي هم ما حاسوا ان بلدنا فيها مكان حلوى كتير قوي احنا ما بنروحاش او مش حاسين بيها هرجع اتكلمك عن الكرو اكتر بتاع الفيلم بس نطلع فاصل ونرجع تاني فبتكو معاين ورجع للكو تاني فراديو بيضحك على الراديو 9090 ولسه من ورانا النجمة الجميلة ريم مصطفى وقبل الفاصل قولنا حنتكلم عن الكرو بقى الكرو كان ثابت في كل المراحل دي ولا كان المصورين والناس بتتغير معاكي احنا نخلص في الوقت الدايق ده انا الحمد لله الحمد لله كنت محظوظة ان انا اتعامل مع الاسامي الكبيرة دي على رأسهم طبعا مروان حامد يعني انا فعلا يهمني جدا ان انا اشكره شكر خاص يعني فهمه لانه تعب معانا بصراحة جدا كان معانا مدير التصوير احمد المرسي طايمور طايمور وكان معانا كمان مخرج احمد رشيد وكان معانا مدير تصوير شيكو وكان معانا مهندس ديكور فوزي العوامري فاحنا يعني كانت اسامي اسامي تقيلة جدا طبعا الناس كلها بقى البنات بالذات سابوا كل اللي حصل ده ومسكنا في التفصيل المهمة بالنسبة مين الستايلست اللي كان معا لي الستايلست ياسمين علي ياسمين علي كانت هي الستايلست كمان معايا في الوصية يعني كان لها عليها بفضل الكبير وفي الوصية ده كان فيه شخصية لها بالضبط كده بالضبط كده يعني يمكن كنت انا وياسمين البنتين الوحادة اللي موجودين في الرحلات القصية اللي احنا عايشناها دي بس يعني الحمد لله اه لو ياسمين كنا يعني انتوا قريبين من يعني لبسك بسيط بس نفس الوقت الحقيق يعني عملتي تركيبة غريبة اه اه يعني احنا كنا استاذ مروان برضو كان من الحاجات اللي طلبها مننا كان في الاول انه كان مأكد علي جامج جدا جدا ان انا ابقى طلع حقيقية طلع بطبيعتي قال لي اعملي حسابك ان احنا ممكن نبقى بنصور في وسط السحرة ولا هنعمل شعر ولا ميكب ولا هيبقى فيه كارفون ولا فيه حمام اصلا والحمام فعلا ما شفتوش غير بعد ما التصوير خلصي كماني كماني الله العظيم انا بقولك ايه طب انا دخلت الجيش طلب لأي بنيادة من الحمام انا بقيت بقولهم جندي مجلد ريم مصطفى يعني فعلا لا يا فتجربة من اللي انت بتفكيه كمان الناس بتشوف الصورة النهائية لكن هي فيما يدو مجهودها صوي جدا انا عايز اعرف ايه اللي انت استفدت او تغير فيك بعد ال لهم خمستاشر يوم بس ده شاء بصي انا انا يمكن اكتشفت اكتشفت في نفسي حاجات كنت عمري ما اكتشفتها قبل كده يعني ما كنتش متخيلة ان انا عندي الاسرار والعزيمة دي احنا يوم متلان على على جبل موسى انا ورق وانزلنا انا عايز اقولك احنا من ابتداء من اللحظة دي كنا فعلا فعلا بنغير في العربية ده مش اي كلام انا الوقت كله كنت بغير هدومي في العربية خلاص مساستما نفسي هعمل ايه هزبط نفسي ازاي خلاص انا عارفة انه شعر مش هعمل شعري مش هحط ميكاپ انا كنت الطول الوقت عايز اقولك كنت بحط الكارت اللي هو بدل الفندتاء او اي حاجة من الحاجات دي ما خلاص ما انت في الشمس كده بنات اللي هتقدر ما انت هتخدي التال هتخدي اخده مزموط بقى اخده بمزاك بقى بس فاني يعني انا تعلمت حاجات بصراحة كتيرة قوي كنا انا وياسمين عاملين هاشتاك كده كل شوية اسد يلا في ايه او لا ياسمين انت عايزة تنامي تقول لي اسد يلا في ايه ويومهم عليها لما نزلنا من على جبل موسى اكتشفت انه كلهم كانوا متأكدين بنسبة تسعة واسئين في المينة انك ممكن مش هتكملين ان احنا فرشور مش هنقدر نتكمل وانه كانوا عندهم بلان بي يعني هعملوا ايه اه هم اقلمين نفسهم ان انا اكيد مش هكمل فهما مساستمين نفسهم يعني للبلان التانية بس انت خلفت التوقعات كلها مش بنوطة رقية لا 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 فيش بنوطة خالص بفش لا لا اسمارتو ده مش اي حد ممكن رجالة ما يستحملوش الشقة ده كله على واحد دي حقيقة بضود الافعال كتيرة جدا سواء من الناس العادية او على السوشيال ميديا او الناس المتواجدة في المؤتمر انت اغرب ري اكشن جالك كتير متوقع من مين الناس طبعا مشوفوكي في المؤتمر فرحانين جديد هو انا اغرب ري اكشن جالكا من نفسي اصلا بقى قبل اي حاجة لان انا جالي احساس وانا قاعدة في القاعة اتخضيت منه لانه انا انا فجأة اه لا مش فكرة كده انا انا فجأة لقيت بجد بجد يعني جسمي كله بترعش مع بداية الفيلم وجسمي من راسي الرجل كده منملة وجسمي كله من اشعر وبحاول اسيطر على نفسي اني معاياتش بس دموعي بتنزل مش عارفة اكونترولت ومش قادرة اصدق ان انا بشوف بعيني يعني رد فعل الناس على الهوى والفيلم بيتعرض دي الزب وحاسة ان انا بشوف تعب وشأة ومجهود وحاجة يا مش عارفة اقولك دخل القلبك قوي يعني ان العمل ده قريب لقلبي بشكل ما يتوصفش بسرعة اتأثر في الناس بشكل كبير كتير من الناس بزلط اتأثرت وحاسوا ان احنا البلد محتاجة ان احنا نهتم بالاماكن الحلوة دي ونروج لها اكتر وحنا نفسنا نروح اقولي لي من الفنانين بقى مين اول حد هنكي بالفناني اول حد هناني دكتور اشرف زكي ودايك في عن اي حد تاني يعني بصي جبتك من الاخر طيب ايه رأيك في فكرة الحوار اللي بيدور كل سنة بين سياد رايس والشباب الفكرة البند اللي حاصل ده ايه رأيك فيه انا رأيي ان هو حاجة حلوة جدا وفكرة انه يبقى بيتعامل كمان بشكل دايريكت مع الشباب ده بيدي احساس بالاطمئنان وبيدي احساس بالتشجيع جامد جدا وانا شايفة ان احنا يعني من الفيلم اللي احنا عملناه احنا بنقول ان احنا الاصل كان هنا احنا بنقول احنا الماضي احنا بنقول احنا الحاضر واحنا المستقبل وانا بشوف انه الشباب هم فعلا مستقبل مش بس 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 مصر العالم كله طب هنبدأ الفترة الجاي نشوفك في افلام تسجيلية تانية الفكرة شدتك اقول يا رب ان شاء الله ان شاء الله احنا مستنين احنا نشوفك قريب في حاجة زي كده قريب لان بجد انت قدرت يتمسي قلب الناس ويحسوا ان انت زيهم وبطبيعية بتتكلمي وانتروفيوهات من قلبك موضوع ما كانتش فيه تكلف بالعكس الرسالة نقدر لقول هي وسطة القلب الناس كده الحمد لله حنتلع فاصل ونرجع نكمل معيك وخليكو معينا اشتركوا في القناة